السلام عليكم اهلا ومرحبا بكل متابعين قناة دي باست في فيديو النهاردة هنتكلم عن تنسيق السنوي العام لعام 2020 لانه بدأ يظهر تنسيق السنوي العام في اغلب المحافظات وعدد قليل جدا هو اللي لسه مظهرش التنسيق بيه فكان محافظة هما اللي لسه مظهرش ليهم التنسيق وبالتوالي في الايام القادمة هيبدأ يظهر لكل المحافظات مبدئيا هو التنسيق عالي شوية وده نتيجة لان الطلاب في الترمي التاني جابوا في نتيجة الابحاث الدرجة كاملة فبالتالي اللي جاب مجموع قليل شوية في الترمي الاول بيبقى اتظلم او ما اخدش فرصة وفي محافظات التنسيق بتاعها بيكون عالي وفي محافظات التنسيق بتاعها بيكون مقبول وحنقول سريعا تنسيق المحافظات اللي ظهرت ابقوا معنا لنهاية الفيديو أولا محافظة الدقاهلية اعتمد محافظة الدقاهلية تنسيق القبول بالسنوي العام بمجموع 259 درجة تاني محافظة معنا هي محافظة قنة ودي أخدت من 258 درجة وده الحد الأدنى للقبول للسنوي العام في محافظة قنة تالت محافظة هي محافظة الجيزة وكان تنسيق السنوي العام من 240 درجة كحد أدنى للقبول أما محافظة كفر الشيخ كان التنسيق بيها من 250 درجة للقبول في السنوي العام ومحافظة المينيا اعتمد المحافظة بالقبول للسنوي العام من 247 درجة والخاص 205 درجة وبالنسبة لمحافظة دمياط اعتمد تنسيق القبول بمدارس السنوي العام بمجموع 255 درجة وبالنسبة لمحافظة أسوان هتاخد من 240 درجة للسنوي العام وكمان محافظة مطروح التنسيق لمدارس السنوي العام أخد من 250 درجة وبالنسبة لتنسيق محافظة الوادي الجديد أخد من 252.5 درجة وملاحظين أن درجات التنسيق لبعض المحافظات بيكون عالي والبعض التاني بيكون معقول زي المتوقع ومحد الشيء لأ لأن بيكون في مرحلة تانية على حسب الأعداد وعلى حسب الكسافة لكل محافظة بيبدأوا ينزلوا التنسيق فيها من 15 إلى 10 درجات تقريبا على حسب الكسافة أو مكان استيعاب الطلاب للدخول السنوي العام فمحد الشيء لأ وإن شاء الله خير ولسه المحافظات اللي ما ذكرتش اسمها لسه هيتعلن عنها إن شاء الله قريب ومش عاوزة أي حد فيكم يقلق زي ما قلت لأن التنسيق عالي شوية لأن في مرحلة تانية وإن شاء الله كل اللي نفسه يدخل سنوية عامة يقدر يدخل بإذن الله وإن شاء الله نتابع معاكم كل جديد وفي النهاية ما تنسوش اللايك والشير لكل صحابكم عشان تعرفوهم بالتنسيق الجديد لأن في فيديوهات جديد كتير نزلت التنسيق ولكن كانت توقعات أو مؤشرات للتنسيق فده كان التنسيق الجديد للثنوي العام وفي الختام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر